السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من البرنامج محاريب المناجاة رحين نتناول فيها دعاء كثير مهم لكل واحد يبحث عن الحلال دعاء مفيد لكل من عليه دين لكل من يبحث عن وظيفة لكل من أرهقته مطالب الحياة واحتياجاتها لكل إنسان عليه التزامات مالية كثير وعالي فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء دائما ويردده ويعلمه الصحابة فقد كان يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بك عن من سواك فهذا الدعاء فيه الحلول العجيبة للأزمات والالتزامات جاء رجل إلى علي رضي الله عنه يشكو له دينة فقال له علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مثل جبل صير جبل صير هو جبل كبير جدا لو كان مثل جبل صير دينا قضاه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بك عن من سواك فإذا كانت عندك أي مشكلة مادية سواء بحث عن عمل أو وظيفة عليك ديون كثيرة أو مطلوب منك التزامات متعددة مش قادر تغطيها عليك بهذا الدعاء لكن بشرط يكون عندك يقين وثقة بالله عز وجل نحن بحاجة لهذا الدعاء في أيامنا هذه وخاصة أن صدنا نهتم بأمور ثانوية على حساب كثير أمور والكماليات بأيامنا وصلت مرتبة الأولويات وانغمس المجتمع بالملذات وأخذت الدنيا غالب تفكيرنا فكثير من الناس تجدوا لا يشبع من الدنيا فمثلا شخص عنده سيارة موديل قديم 2010 مثلا وهي بحالة ممتازة لكن جاره عنده سيارة موديل 2020 فبتلاقيه بالذمر ومش عاجبه وبصير يقول ليش ما عندي سيارة جديدة مثل جاري واحد ثاني بقول ليش ما أعمل حفلي بقاعة كذا مثل صاحبي حتى لو كانت تكلفتها آلاف الشواكل وممكن تلاقي واحدة عاملة مشكلة زوجها بدها تغير أثاث البيت مش لأنه قديم لكن لأنه جارتها أو قريبتها غيرت أثاث بيتها هذه الأمور تدفع الإنسان للاقتراض والديون وأن يحمل نفسه أكثر مما يحتمل وإذا كان من ضعاف الإيمان فممكن هذا الإنسان يمدئيد للحرام يختلس أو يرتشي وذلك للحصول على مزيد من المال فمن هون كان على الإنسان أن يواضب على هذا الدعاء وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الحلال ويكفيه أموره بالحلال وأن يجعل غناه بفضل الله وكرم الله وعطاء الله وهذا ما تضمنه هذا الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك يجب أن نكون على يقين بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأن من أدار ظهره للرزق الحرام استبدله الله برزق حلال يأتيه مسرعا بين يديه لكن يجب أن يكون ذلك صادرا عن يقين وأن تكون ثقتك بالله عز وجل عظيمة لا حدود لها ودعونا نعيش إياكم مع بعض الأمثل الواقعية والتي نرى من خلالها تطبيقا عمليا لهاي القاعدة أول مثال معنا لتاجر ذهب كبير كان كل هم يجمع المال ولا يبالي جمعه من حلال أو من حرام يروي لي رحمه الله عن نفسه فيقول لقد كنت أتعامل بالربة وضع أموالي في البنوك ولم يكن يهمني الحلال ولا الحرام المهم عندي جمع أكبر قدر من المال لكنني في الحقيقة لم أكن أجد بركة هذا المال ولا أدري كيف يضيع من بين يديه فتكرم الله علي بحادث سير مات فيه رفيقي وأنا دخلت العناية المكثفة فترة طويلة خرجت سالما بعد أن كتب الله لي الحياة حياة جديدة عرفت حينها كم هي الدنيا تافها لا قيمة لها وأن الإنسان في لحظة بموت وبيترك كل اللي قضى حياته بجمعه ذلك لا ينفع في الدار الآخرة وقررت أولا أن أترك الحرام فذهبت إلى البنك لأسحب أموالي من الربة وكان الشيطان يغريني ويسول لي ويحاول أن يمنعني من ذلك ويذكرني بالأموال التي سأخسرها بسبب ذلك يكمل ذاك الرجل رحمه الله قال لكني لم أطعه وأخذت كل أموالي من البنوك الربوية واشتريت بها ذهبا لأضعه في محلي دعوت الله عز وجل أن يرزقني الحلال وقلت اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك يقول صاحبنا صحيح أني أنا في الظاهر خسرت أرباح الفوائد لكنني في الحقيقة لما تركت هذا الله كان كرم الله عز وجل أعظم فعوضنا الله عز وجل خيرا من ذلك أضعافا مضاعفة حيث ارتفع سعر غرام الذهب أكثر من خمسين بالمئة لتكون أرباحي أضعاف أضعاف ما يمكن أن أخذ من البنك كفوائد ربوية فانظر كيف فعل هذا الدعاء لكن خذ على ثقة شخص آخر تخرج من الجامعة وبدأ رحلة البحث عن عمل لكنه لم يجد لم يتيسر له إلا عمل بالحرام فماذا يصنع؟ هل يقبل بهذه الوظيفة؟ هل يبرر لنفسه ويقول ضاقت علي السبل ولا أجد إلا الحرام؟ لا أبدا في مثل هذه الحالة تيقن أن الله عز وجل يمتحن إيمانك ويختبرك فإذا صبرت ولم تذهب للحرام سيكرمك الله عز وجل ويفتح عليك بالحلال وهذا ما حدث مع صاحبنا إذ يسر الله عز وجل له عملا لم يكن يحلم به أبدا أنت بداية لا تقترب من الحرام وطبق أمر الله وبعد ذلك ربنا برزقك أنت بتفكر ربنا بوعدك وما بوفي بوعده حاشاه الله عز وجل كيف ذلك وهو الذي يقول سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فردد دائما والجأ إلى الله عز وجل إذا ضاقت عليك الدنيا لا تنخدع ولا تسرع إلى الباطل وقل بقلب خاشع اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك واسمعوا هذه القصة الرائعة المعبرة وهي قصة حقيقية ذكرها الشيخ الدكتور محمد راتي بن نابلسي بقول حفظه الله كان هناك رجل يعمل موظف صغير بمحل من سجاد صغير أراد في يوم من الأيام أن يشتري السيارة ذهب إلى معرض السيارات ليبحث عن واحدة مناسبة فإذا بولد صغير يبيع أوراق اليا نصيب فقرر أنه يجرب حظه فممكن أنه يربح وإذا ربح راح حياته تنقلب ويحقق كل اللي بده إياه فاشترى ورقة يا نصيب في اليوم الثاني وكان يوم الجمعة ذهب صاحبنا لصلاة الجمعة واستمع لخطبتها فإذا بالإمام يخطب عن الحلال وخطورة المال الحرام وعرج الخطيب بالذكر على حكم الاشتراك باليا نصيب وبيّن أنه محرم فعاش هذا الرجل في صراع داخلي وتردد كثيرا هل يختار الحلال ويلقي بورقة اليا نصيب أم يحتفظ بها ومن خلالها يمكن أن يحقق حلمه يقول فقررت أن أترك الحرام وأحرص على الحلال همزقت تلك الورقة فكان لسان حاله يدعو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك وفعلا ربنا سبحانه وتعالى أكرم فإذا به وبعد فترة قصيرة جدا تأتيه طلبية كبيرة من الملابس مطلوب أن ينجزها ويصدرها لأحد البلاد العربية المجاورة وكانت الأرباح من هذه الصفقة كبيرة جدا والحمد لله تمكن من شراء سيارة التي يريدها هو صبر ولم يحصل عليها بالحرام فجاءته بالحلال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بتعرف أحيانا بتأخر عليك العمل أو بتأخر الراتب فلا تستعجل وإياك أن تلجأ للحرام واسمع هذا الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما حرم الله فإن جبريل ألقى في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها فكن على ثقة ويقين أنك لن تموت حتى تأخذ جميع الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك وما أعظم نساء الأمس كانت الواحدة منهن إذا خرج زوجها للعمل وادعته وقالت له وهي توصيه اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار فما أعظم أمثال أولئك الزوجات ويريد كل نساءنا يكون مثل أولئك النساء ملاحظة أخيرة بنأكد عليها من يريد أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء عليه أن يكون على يقين داخلي وعالي الثقة بالله عز وجل وأن يكون الدعاء تحقيقا موكنا بالإجابة ولا يجوز أن يكون الدعاء اختباريا وبعض الناس بتلاقيه بيدعو الله عز وجل بهذا وهو في داخل يقول هاي ندعيت وخليني أشوف كيف بيستجيب الله عز وجل إلي هذا فيه سوء أدب مع الله وهو سبحانه لا يختبر بل الأصل أن يلجأ الإنسان لله وهو موق بالإجابة بل إذا رمى حمل على الله وقال يا رب فليكن على ثقة بأن الله عز وجل لن يخذله أبدا باختصار أرزاقنا مكتوبه فلا تستعجر الرزق بالحرام فمن تركه اليوم من أجل الله جاءه يسعى إليه بالحلال فأكثر من هذا الدعاء وسترى كيف ستكفى همك ويقضى دينك وترزق من حيث لا تحتسب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم آمين ولا تنسونا من صالح دعائكم اشتركوا في القناة